أكد عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزر الشريف عبد الفتاح العواري أن دور المؤسسات الدينية مهم في الحفاظ على الأسرة باعتبارها النواة واللبنة الأولى للمجتمع الإنساني وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية إلى أن الشرائع السماوية جميعها عنيت بها وحافظت على لحمة الأسرة طبعا دور المؤسسات الدينية مهم للغاية في المحافظة على الأسرة لأن الأسرة هي النواة لهذا المجتمع وهي اللبنة الأولى والركن الركين في أي مجتمع إنساني ومن ثم نرى الشرائع السماوية كلها عنيت بالأسرة عناية فائقة وحافظت على لحمتها لأنه بالمحافظة على الأسرة يحافظ على المجتمع الكبير فما المجتمع إلا مجموعة من الأسر وما الأسر إلا مجموعة من الأفراد فمتى كانت الأسرة متماسكة مترابطة تربط بينها أواصر القربى والرحم القوي يكون المجتمع كذلك مترابطا متماسكا